السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الكراء متابعي قناة مرشدي الطربوية في مقطعين جديد يتعلق بالتطبيقات الكتابية الخاصة بالأسبوع الثاني من كتاب المفيد في اللغة العربية للسنة الثالثة صفحة رقم 28 لدينا أنجزوا على دفتري أملأوا الجدول حسب المطلوب لدينا الجدول الأول باللول الأخضر والجدول الثاني باللول بين السجد ثم اللون الثالث أو الجدول الثالث باللون البرتقالي لدينا الفعل ذهب ولدينا الفعل رجع أنا ذهبت أنا نعم سأقول نفس الشيء هنا ضيفنا حرف التأ مضمومة حتى هنا ينضيف التأ مضمومة إذن أنا رجعت مفهوم؟ يعني نفس الشيء لدينا هو رجع إذن هو ذهب نفس الفعل لاحظوا فهو لا يتغير ذا ذهب ثم هي ذهبت ضيفنا التأ الساكنة حتى هنا هنضيف التأ الساكنة إذن هي رجعت مفهوم؟ نتقلوا الجدول الثاني اللي باللون البنفسجي دخل هي دخلت تفقنا؟ نفس الشيء أنا دخلت أنا خرج نعم عفوا هنا يعني أنا دخلت خرج أنا خرجت نعم ثم أخيرا هو خرج هو دخل نفس الفعل اللي في الأعلى فهو دخل جيد ننتقلوا لآخر فعل نعتوننا الجدول الفارغ عنا كتبة قلنا فهو لا يتغير إذن هو كتبة هو مسحة نفس الشيء مسحة هي كنضيفه قلنا فيها نضيف التأ الساكنة إذن هي كتبت ونفس الشيء في مسحة هي مسحت فهوم؟ ثم أنا أنا كتبت نفس الشيء اللي عندنا هنا دخلت أنا كتبت كنضيفه التأ المربوطة كا كتبت وكذلك مسح مسحت جيد ثم ننتقل إلى السؤال المولي لأن السؤال اثنان أضع الكلمات الآتية في مواضعها المناسبة عنا منزل الباب الغرفة باقة مجيدا الهدية الشفاء ونص الذي لدينا اشترى إدريس ورد وقصد نقط صديقه المريض لما وصل إليه طرق نقط فاستقبلته أم مجيد وأدخلته التي يوجد فيها حيى إدريس من؟ وقدم له ماذا؟ وتمنى له ماذا؟ العاجلة إذا اشترى إدريس نعم ورد باقة ورد نعم با باقة ورد وقصد ماذا؟ صديقه المريض من منزل وقصد وقصد منزل منزل صديقه المريض لما وصل إليه طرق ماذا؟ ماذا نطرق؟ الباب باب فاستقبلته أم مجيد وأدخلته الغرفة الغرفة التي يوجد فيها حيى إدريس مجيدا الإسان دي الصديق ديه مجيدا وقدم له ماذا قدم له الهدية نعم الهدية وتمنى له الشفاء الشفاء العاجلة نعم ثم السؤال الثالث أحاكي الأسلوب الآتية أن لماذا انتقلت إلى مدرستنا وما سر تفوقك مثلا لماذا أتيت إلى هنا وما الهدف من ذلك أو وما الهدف نعم لماذا أتيت إلى هنا وما هدفك نعم آخر سؤال سؤال رقم أربع أضع علامة في أمام الكلمة التي ليست مراضفة للكلمات الأخرى عنا يحب يود يبتغي يجري ويريد يحب يود بمعنى يريد شيئا يبتغي كذلك هو يريد شيئا عنا يريد بمعنى نفس المعنى يريد يجري نعم هذه الكلمة لما عندهش نفس المعنى الكلمات السابقة بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الدرس نعم الدرس المولئ إن شاء الله الذي سيكون على قناتنا وهو موجود صديقي يزورني خاص بالتعبير الكتاب الأسبوع الثاني والثالث والرابيس حرقا 29 من نفس الكتاب بالنسبة للدرس السابقة ستجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف لتطلعوا عليها وكذلك الدرس اللاحقة إن شاء الله سنضعها لكم في الأيام المقبلة ونتمنى أن تشتركوا بالقناة وتحفزونا نعم بالتعاليق والإعجاب وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر